مستمرين كما العادة مداومين من أجل الإنصاف للجميع من تضرر من المرسومين الجائرين 85-2003 وبدون استثناء من من كان ضحية من ضحايا نواقص وقصور واختلالات والتغارات وعيوب وتقوب والتشالي والتحراميات للأنظمة الجائرة 2003-2003 85 لقناهم من الجاو بغوا يحلوا المشكل لسموا أنفسهم ضحايا النظامين وحتى هما ما كانوا يقول لهم بأنهم ضحايا النظامين لأن لو أن الدولة أو الحكومة أو الوزارة أعرفت بأنهم ضحايا النظامين يجب إنصافهم ترقيتهم جبروا ضررهم ردوا الاعتبار بدون قيد أو شرط هذا الذي لم يتم لماذا؟ لأن الملف لم يحل على أساس ضحايا النظامين ضحايا النظامين تقسعوا ضحايا النظامين تم إقبارهم ضحايا النظامين دفنوهم حيين في الروضة المنسية يلاللي 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 علش؟ لأن أبناء العشيرة وأبناء الشعيرة والمشيرة اللي كان والد الدوار جاب غيشم في ريحة الدوار وقدع لي الغارات وأنتم عارفين الأمور كيف أجدست يلاللي سبحوا لنا رمضان شوية رطيط مكينو وشك مكينو وشك الملك كما قلت حل على أساس لجنة القابعين في السلم العاشر ضحايا الزنزان العاشر كنا زنزانيو زنزينو بتي خرجوا ميل ميلف احتديروا ميلف خور ره مصيبك أهلا تنسيقية تتولد تنسيقية تفرخوا تنسيقيا ديما عندهم التنسيقيات ديما عندهم الضحايا ديما واجدين أهد الميلف احنا نعطوكم واحد المهدارة واقريب جوج سيفر جوج المرسوم لي يلا خرج سعود 22 سيفر جوج 22 جوج 22 جوج 22 سعود 60 هل المرسوم اللي حل المرسوم دي اللي حل هل الميلفات الآن ياللي ديزوق هما اللولين اللي كانت الفلوس أصلا ديال وما كيناش وغير بروغرامية من بروغرامياش في الميزانية ديال 2022 وجا رئيس الحكومة ووجد الفلوس و18 كان توقيع ديال المحضر الاتفاق الاتفاق المرحلي 25 كان الأمور ديزا عشرة يعني فبراير كان المرسوم تيد دقيد 29 كان صدر إلى آخره وشو فاد السرعة ومباشرة ما جتي يلا صدر يلا خرجوا تاني ضحايا المرسوم جوج 22 سعود ستي يلا داك شي باش من يلا خرج المرسوم جوج 19 504 مباشرة نفس النقابات اللي كانوا ديروا خرجوا بضحايا الضحايا في بلاغ مشترك دحايا الضحايا ومن بعد يقولوا ما تبقى من الضحايا في الوقت للضحايا الأصليين اللي هم تعرفوهم اللي هم ضحايا الاختلالات والنواقص والقصور ديال النظام الأساسي ديال 2003 وثلاثة فما اقساؤهم وما عما كانوش مستهدافين من طرف أي ناقعة علاش وعلاش بالضبط جو لألفين وطناعش وديما تيقول لك ترقي استثنائية من ألفين وطناعش وديما تيأكدوا على ألفين وطناعش وديما تيقول لك حنا الملف توضع في ألفين وطناعش وديما تيقول للوزير بأن هال الملف بدأ من ألفين وطناعش والمصالح الإدارية تيقول لي بدأ من ألفين وطناعش إذن فيمش ضحايا النظامين علاش ما تقولوش لي بأن الملف اللي تحط في ألفين وطناعش بأنه ملف كان يسمى ديال لجنة ديال قابعين في السلم العاشر وكانت يتسمى ملف الزنزان العاشر وطناعش لأساس ملف الزنزان العاشر وما عنده تتعلق بضحايا النظامين خصوصا النظام ديال ألفين وثلاثة وعليش ما قلتوش لي بأن في الاتفاق ديال 26 أبريل للتوم عظيم ديرين وفزاعة وورا كاريت 2011 بأن من حل تلمي ديال الزنزان التاسعة دو ازتفاق المزاولين وحيط الملائح ديال المتقاعدين الأصليين لعلى أساس ديال السلم التاسع في طورة الإنقراد على أساسهم تم اعتماد لمادة 112 في النظام الأساسي ديال 2003 على أساسهم توضع السلم التاسع في طورة الإنقراد وتمنحتهم تمنحتهم المادة باش يستافدوا من المادة 112 استثنائيا ويستافدوا من الشرط ديال 15 إلى 6 باش يترقاوا يستثنائيا بست سنوات بدلا من عشر سنوات اللي تم ترسيمها كشرط نظامي من أجل التقييد للترقي وعلاش جبتوا هذيك المادة 112 لابتدائي في النظام الأساسي ديال 2003 لأنهم كنتوا قارفين أن هذيك الفئة اللي جات من أجل هذك هذك المادة 112 كانت جدا متضررة كانت خاصة في 95 لأن عندها الباكالوريا وتعينت بالتامن الدخول التاسع وبالتالي 2001 كنت هاي ظل عشر كل يتوافع حقها وخليت وما دوز التاسع في 95 في الوقت اللي تتدوزو اللي عنده 6 شهر في الثامن و 18 شهر في الثامن وتدوزو التاسع من 95 وتقصو اللي عنده 12 سنة في الثامن واللي عنده 15 سنة في الثامن ومتوظف بالباكالوريا وما يتعينش من 95 في التاسع باش في 2001 ما يدوش للعاشر ومن التجو في 2003 وانتو ما عارفين حجم الضرر اللي لتعرض لها الفئة لبروموسيون ديال الثمانينات من طرف النظام لأساس الثامن داك شالي جبلتو ضحايا 85 لانو ما عارفين ضحايا 85 هم جميع توظيفات لتوظفوا قبل آلف ضحايا توظيفات لتوظفوا قبل من 1993 وهم توظيفات ديال الثمانينات باكالوريا والتعيين بالتامن عارفين اجي ولكن تقول لك الحق ومطلوب وليس معروض والنقابات الجادة ولما كانت تعرفت ترافع وتعرفت تنبش وتبحث في هاد الامور مع مرات وصليها كما الان من يجيين وباغين يدير السلم العاشر في طور الانقراض جيبين تاني باغين يرد الماد 12 ولكن هاد الوقت لم يقاش تخدم 15 على 6 لان 15 على 6 هذيك الوقت را كان بنادم تترقى ربعة المرات خمسة خصوصا هاد المحظوظين اللي توظفوا بالسابع اللي دخلوغا مدرين ومقاتل وكانوا يرد يستفدو أربع مرات ولخمسة يترقى ودد اللحظة عشر وصارقين طرقية الأقدمية العام إذن المسار دي المفتوح أما الآن من يجيتي وقد يدير السلم العاشر في طور القير في النظام الأزيجي الجديد فالناص تتبدأ بالعاشر تتبدأ بالعاشر إذن خاصك تعطيه ومسة سنوات يدوزو كما درت الأفواج من 2012 و2013 من يجيتي وحليت الميل بجوز 17 504 الأساس ضحايا النظام هم بش ضحايا النظام الناس عندهم شهال خرجين بالتاسع خريجي السلم التاسع عندهم تعالق بالتام تتوضف لا بالتام ولا بالتاسع عندهم تعالق بضحايا النظام ولكن أصلا توم محليت الميل محليت وش على ضحايا النظام جبت خرجي السلم التاسع عندهم ستة سنين فقط في السلم التاسع ودوزتهم السلم العاشر بعد ما عطيتهم سنوات اعتبارية واستفدهم المادة 15 هاد المادة 15 اللي دارت في النظام أساسي للألف 2003 باش تنصفنا وتعوضنا عن سنوات لقر سينت لأن بدلا من دوزه بعشرة سنين من التام للتاسع دوزنا بربعة عشر سنة من التام للتاسع وبالتالي في تنصال واربع سنين أقدامي اعتباري ومش ديناش لحد الآن هاد 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 لدي الان 2020 فخص تعمل بست سنوات على عشرة الشرط النظام الشرط الشرط دي المادة 112 الآن خاص المادة 112 تعدل وتولي 10 على 6 بدلا من 15 على 6 لأن 15 على 6 غد يعني غد تخدم الفئات القادمة الناس القدام أما الفئة الجديدة فما غد تخدم ها 15 على 6 لأن 15 على 6 راي دي كرات تدوز بها اوتوماتي كمو بالتسقيف يقولوا ديزين بالتسقيف مم ستايفدين إذن غيستافدو غال قداما فقط باش يستافدو الجداد خلص إذن الملف تحل على أساس القابعين في السلام العشر ديك شالش جيتو 2012 ووقفته وكل شي كان تقول 2012 ولكن ما قلتوش لي بأن 2012 الملف راتحط على أساس لجنة القابعين في السلام العشر الزينزان العشر ما قلتوش لي بأن رحينا اللوائح المتقاعدين ضحايا الشرط دي الخمسة عشر الست خرجة اللوائح دي الترقي دي لهم بأكتر من ثلاث سنوات قبل إحالة مع التقاعد وكانوا مقيدين بالمادة 112 وعندهم ترقي استثنائية بترخيص استثنائي وتقاعدوا دروفهم الكوطة وتقاعدوا بالسلام التاسعة وأخفيتهم الحقيقة عن الوزير وأخبرتهم فقط بأن 4600 ديال محاية الزينزانة التاسعة هم اللي بقاهم ودوزهم مرة واحدة وطاهم سنوات اعتبارية أربع سنوات ودوزهم مرة واحدة عبر دفعتهم تقريبا ولكن ما فهمتوش بأن هذا رام خريج السلام التاسعة فوجين ديال 2013 و2013 عندهم غير ست سنوات فقط في السلام التاسعة ولا علاقة لهم لا بضحايا النظامين ولا بهم ولا هم يحزنون وأن الضحايا الأصليين هم اللي تقعدوا بالسلام التاسع ومرقين غامروا وحدا خلال مسارهم المياني وترشحوا تقيدوا بالمادة ميو وطناش وخرجة اللوائح ديالهم تبقوا فيهم الكوطة وتقعدوا بالتاسع في حين أن السلام التاسع دار في الطور المقيرات وأن الشرط ديال 15 اللي ستابدوا منه بس يسرع واطير الطرقي ديالهم وينصفهم وأن كل واحد تقيد كل واحد تقيد بالمادة ميو وطناش يجب أن يرق إلى السلام العاشر ومخص أي واحد تقيد بالمادة ميو وطناش مخصوش يتقعد بالسلام التاسع نهائيا تنجبر وكينين اللي تقعدوا بالسلام التاسع واربعات سنين هم تقيدوا باش يترقاوا السلام العاشر بالشرط للخمستاش على ستا إذن تب لمن إذن الملف لم يحل على أساس ضحايا النظامين والدليل على ذلك أنهم دائما والجميع يؤكدوا أن الملف وضعه في الفين ناش مصالح إدارية ونقابات كل كان ينادي بترقية استثنائية من 2012 ومن جاء حلوا الملف على أساس القابعين في السلام العاشر وحتى النقابات يعني أخبرت الوزير وعطاته مقترحات على أساس أن الملف يعالج ابتداء من 2012 إذن هاد هاد تسوية اللي تمت من 2012 وفقا مرسون جوز 17 514 وإقساء كل منطقة قبل من 2012 وماذا نقوله قبل يعني من 2003 والوزير فعلا عندما تبينا وصلنا للحقيقة ولدينا ما يفيد اللوائح ديال ضحايا المادة ميو وطنائش اللي كان خاصهم يدوزوا بالشرد الخمسة عشر الستاء وسلم التاسع واللي دار في طور القيراد ماشي السلم العاشر لأن النظام للسجد في الكتاء وضع السلم التاسع في طور القيراد وخاص كل شي يترقل السلم العاشر بست سنوات فقط وخصصا لتقاعد لتقاعد أي واحد تقاعد خاصوا يدوز للعاشر وما خاصوش اخداع الكوطة خاصوا يدوز بدون اخداعه للحصيص السنوي خلافا للمادة ميو وثنائش الشيء اللي قاموا بتأسف في حق الأفواج من 2003 2004 لتقاعدوا من 2003 2004 2005 اللي كانوا ترقاوا استثنائيا بترقي استثنائي وتقاعدوا للأسف ضبقوا في الكوطة اتقاعدوا بالتأسف اذا من يعني تبين وعرف الحقيقة اتعرف بان 10 2002 لتقاعدوا 2003 الى 2012 ولكن للأسف من كانوا دكتير ثاني التنسيقيات كانوا لا يتعرفون الا بمن تقاعد بالسلم العشرة تجين و يعني يلقينا وح بزاف دي الصعوبات و بزاف دي الفرمال و بزاف دي المضايقات ولكن استطعنا ان نبرز وان نظهر الحق لأن الحق يعلو ولا يعلق عليه و افشلنا جميع يعني الكنانم اذك المخطاطات دي الكنانم اللي كانت الهدف دي لها وهو ترقية 44 54 لمستوفوش الشرط ويطوق الملف ساعة طواع عليهم الملف هما والان كنين الاخرين غد يتبعوهم غد يتصافوا بعد 2024 اما المحطة دي 22 و 2023 فهي اوكيبي ب 27 ميل والاخرون موعدهم 2024 وما بعد ابقوا بخير